إن أنا أبتدي الحلقة وأقول لكم إن حصل زلزال مدمر لكن أرجوكو أنا عندي دقيقتين بس عايز أتكلم في حاجة وخدوني على قد عقلي خدوني على قد إيه؟ عقلي ما مزيع يعني أنتو عندوكم مزيعين كلهم عقلين فيه مزيع مجنون الزلزال اللي حصل عندنا في التسعينات كان أغلب ضحايا مش من سقوط المباني كان من التدافع هل ممكن أطلب طلب من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة إنه على مدى الأسبوعين الجايين يدربوا الناس إزاي يخرجوا؟ أنا لا بقول لك ادفع حاجة ولا اسرف حاجة ولا دعم مش عارف إيه ولا جيب جهازك خالص ولا ببشر عليك مصر خارج نطاق الزلازل عاصلوا كل الناس تكتب إيه؟ عمر قديم عايزي خالص لا 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 أنا بس بقول لحضرتك إنه بكرة ولا بعده الأطفال اللي في الفصل يا أولاد لو فيه أي مشكلة إحنا هنخرج من الباب ده وبالهدوء ده وبالطريقة دي أنا ما بخترعش العالم كله بيعمل الكلام ده أيوة إحنا مش فيه نطاق الزلازل ومصر آمنة ومصر ربنا حمي قول اللي إنت عايزه كله إنه ما حيجرح حاجة فيها عيق يعني هل ده شيء هيأخذ من القيمة العلمية اللي بتحصل كل يوم في الجامعة على فكرة ممكن كانت تبقى حريقة اللي هو حضرتك لو سمحته يا أولاد يهلف تانية تاني إنت المدرسة هتيجي تاخدك وحنتجمع كلنا في المنطقة الفلانية ومحدش يجري عالسلم ومحدش زق هنعمل ده إزاي يا أولاد كده قد إيه نص ساعة أنا بحاول بس إنه يبقى فيه نوع من أنواع الاستعداد وعايز أرسم لوكوس ناري وآخر الزلزال في مصر إحنا حسنا به الساعة تلاتة وربع تلاتة وتلت والناس حست به المدة ست ثواني تمن ثواني حاجة في الحدود دي صح؟ أنا بنكلم حضرتك على حصل طيب تخيل معايا بقى إن الزلزال ده كان الساعة واحدة وربع الدهر ومعدش ست ثواني وكان الناس في المدارس والناس في الجامعات وقعد عشر ثواني إيه اللي كان هيحصل أنا بتكلمش على أنهي يا رات أنا بتكلم على الخوف على الفزع كل اللي بطلبه بس حاجة سهلة بسيطة يا جماعة يا جمعة كلية أداب قسم اجتماع لو سمحتم اعرف الباب اللي هتخرج منه ولما يحصل أي هزة أي حاجة وإنت في الدور التالت لأن أنت كلية اقتصاد مش عارف فين بتاع بلاش الجاري بلاش ندوس على بعض طيب هتقول لي عمر إيه الهبل ده طيب ترجمة نانسي قنقر